اشتركوا في القناة طبعا يا ولاد احنا بنشرح من كتاب المعاصر وبنشرح من كتاب الجمع الفيديو بتاع النهاردة الدرس التاني في كتاب المعاصر سنة ستة اللسه مشتركش في القناة وفعل زر الجرس ينزل يشترك حين وفعل زر الجرس عشان ينصر له كل جديد يا ولاد كمان يشارك الفيديو ده مع اصدقائه عشان هما كمان يستفيدوا واذا عنا بلايك عشان ان شاء الله نقدر نستمر تعالوا كده نبدأ على طول الدرس التاني بيتكلم عن ايه قبل ما نبدأ الدرس التاني هسيب لك تحت في الوصف قائمة تشغيل الصف السادس عشان 25 فيها جميع الدروس المتسابقة مشروحة ومحلولة سواء من يونت 1 او يونت 2 وهسيب لك قائمة في الوصف كمان ازاي تكتب باراجراف وازاي تكتب ايميل وصفحة الفيسبوك لو محتاج اي استفسار الدرس التاني جاي بعنوان we are proud of our school نحن فخورين بمدرستنا we are proud of proud of يعني فخورين ب our school بمدرستنا عندنا كمان في الدرس ده كمان ياولاد language focus قاعدة لغوية هناخدها النهاردة اللي هي ايه قاعدة لغوية لذيذة جدا وسهلة جدا هناخدها في الفيديو بتاع النهاردة اول حاجة بقول لك الكيف vocabulary المفردات الرئيسية تعال بقى تشوف المفردات الرئيسية مع بعض مبنى يعني building اللي بتفترمي الله يا سنة ستة building building صالة العاب رياضية جيمنيزيام جيمنيزيام يعني صالة العاب رياضية جيمنيزيام جيمنيزيام فناء او ساحة court سفينة فضاء يعني space ship معمل علوم يعني laboratory بتفترمي laboratory laboratory يعني معمل علوم laboratory نفورة مياه water fountain نفورة مياه water fountain بعد كده ياولادة عندي الكسترا vocabulary المفردات الإضافية صيدلية يعني pharmacy البي اتشينا تتنطق حرف f pharmacy pharmacy حديث يعني modern 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 ملعب playground الملعب اللي بيكون موجود في المدرسة اسمه playground playground معدات equipment 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 معدات صاحة لعب playing field playing field playing field playing field مقعد او ثابت bench 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 موقع استعلمات سياحي tourist information website tourist information website tourist information website tourist information website technology لو تلاحظوا ان تكنولوجيا المعلمات دي ياولاد بدء بحرف i وحرف t فاحنا هيجي هنا كلمة مبنى تكنولوجيا المعلمات هياخد حرف i لها information وكلمة technology والi t building اللي هو مبنى تكنولوجيا المعلمات desktop computer desktop computer desktop computer نادي رياضي sports club sports club sports club sports club الجمباز gymnastics 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 كمبيوتر محمول laptop 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 كرة القدم الخماسية five aside football 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 قسم يعني department 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 حسوب لوحي tablet 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 خيالي يعني fantasy fantasy يعني خيالي fantasy 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 نعمة يعني ostrich 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 مسلسل تلفزيوني tv series tv series tv series tv series التربية الرياضية physical education physical education physical education physical education على قيد الحياة alive 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 مبنى تكنولوجيا المعلومات IT building اللي هو information technology building IT building IT building بشر يعني humans 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 borrow borrowed borrow borrowed return الماضي منه returned return returned returned irregular يعني أفعال غير منتظمة بتحفظ كما هي وملاش قعدة hide يختبئ الماضي منه head hide head run يدير الماضي منه run 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 ran طيب بعد كده يا أولاد عندي important expressions يعني and prepositions تعبيرات وحروف جرهم فخور ب proud of repeat after 100 سنة ستة proud of proud of يبحث عن look for look for look for يدير أو يتابع run after run after run after مشهور ب popular with popular with popular with of all age groups of all age groups يعني لمختلف الأعمار يكون بتجارب علمية do experiments do experiments do experiments يحدث take place take place take place حاجة دي كلها مذاكرة ومهمة بتيجي في الأسئلة وصلنا لل listening سنة ستة and reading الاستماع والإيه والقراءة listen استمع and read وإقرأ this text is a page هذا النص هو صفحة from a school website من على موقع المدرسة تعالى بقى نشوف كده الفؤاد سكول تعالى نشوف إيه الهم تعالى كده بيقولوا إيه welcome to مرحبا بكم to الفؤاد سكول في مدرسة الفؤاد a place المكان which are proud of اللي بنكون فخورين أو بنفتخر بيه we are proud of our new modern buildings إحنا فخورين بالمباني الجديدة والحديثة بتاعتنا and we are happy to show them to you وفرحانين إن إحنا بنوري لك الحاجات دي please study the map لو سمحت إيه إدرس أو برجاء دراسة الخريطة and find out where the main buildings are ومعرفة أماكن المباني الرئيسية and what we use them for والأغراض اللي بنستخدمها من أجله دي أول حاجة تاني حاجة عندي أول حاجة بقى بصوا بقى إحنا الوقتي اتكلمنا عن المدرسة بشكل عام أول مبنى هيتكلمك عنه يا سنة ستة هو المبنى بتاع زا أحمد زويل بلدنج مبنى أحمد زويل ده موجود فين؟ موجود في المدرسة ده أول مبنى بقولك هذا المكان where students حيث الطلاب study science بدرسوا فيه العلوم سموه مبنى أحمد زويل على الراحل أحمد زويل there are four classrooms فيه أربع فصول دراسية and two new وفيه حوالي ايه؟ اتنين من المعامل الجديدة اللي هي ايه؟ اللي هي اللي هي المعامل الجديدة هذه المعامل الجديدة they have all the equipment فيها جميع المعدات which classes اللي الفصول need to do experiments بتحتاجها لإجراء التجارب يبقى ده أول حاجة معانا تاني حاجة معانا ياولاد the West Court الفناء الغربي موجود برضو في المدرسة this is a large open area هي منطقة مفتوحة كبيرة where students حيث الطلاب spend time outside بيقضوا فيها الوقت بالخارج there is a playground فيها ايه؟ ملعب and playing field وساحة لعب there are also benches وفيها مقاعد للجلوس to sit on under the trees تحت الأشجار and a water fountain وكمان فيها ايه؟ نفورة مياه children can also grow plantes with Mr. Ha مهدي الأطفال تقدر تزرع نباتات مع أستاذ مهدي he is a teacher هو المدرس who helps in the garden بيساعد في الحقيقة ثالث مبنى يا أولاد the IT building المبنى المبنى بتاع تكنولوجيا المعلومات this is the building هذا المبنى where you can find our computer classrooms المبنى اللي بتلاقي فيه فصول الكمبيوتر الخاصة students الطلاب come here بتأتي هنا for their information technology عشان تاخد a lessons دروس تكنولوجيا المعلومات ونحن have over 50 desktop computers عندنا حوالي خمسين جهاز حسوب وكمان أجهزة حسوب محمولة and tablets which students can برو تقدر تستعيرها الطلاب بعد كده رابع مبنى معانا the twenty twenty four الجم الجم 20-24 قالك the yolo building المبنى الأصفر is our new gymnasium هو ايه؟ هو صالة الألعاب الرياضية الجديدة we use ادحل مستخدمها for basketball and handball لكرة السلة وكرة اليد and gymnastics will go past during physical education lessons أثناء دروس التربية البدنية there are some teachers who run after school sports clubs here too أيضا ولك في بعض المدرسين أو المعلمين اللي بدورين نوادي هق الرياضية التي تقام بعد اليوم الدراسي هنا أيضا like مثلا اللي هو ايه؟ كرة القدم الخمسية من اللي بيعمل بيها مستر عفيفي أستاذ عفيفي بتاع قسم الرياضيات and tennis والتنس بقى من اللي بتقوم بيها؟ ميسز منال اللي هي بتاعت قسم اللغة الفرنسية كده خلصنا يا ولادي الجزء بتاع الكراءة الخاص بالمدرسة والمباني التي هنا بقول لك read اقرأ learn and identify وتعرف تعالوا بقى نقرأ مع بعض هنا بنتكلم عن حاجة اسمها واندلاند is a fantasy tv series واندلاند ده مسلسل تلفزيوني خيالي which is popular هو شعبي with people للناس مشهور يعني of all age groups في مختلف الأعمار أو الفئات العمرية it's interesting واشيق because it takes place لانه بيحدث in the future في المستقبل on a planet فين يا ولاد في الكوكب وبيسمى ايه cold wonder ده كوكب اللي بيحصل عليه المسلسل this is a world where humans live because the earth is now too hot وبيقولك ان والذي هو العالم اللي بيعيش في البشر لان الأرض اللي احنا عايشين عليها دلوقتي اصبحت الآن شديدة الحرارة فده كوكب جديد الناس رحت له the series المسلسل بقى يا ولاد tells the story بيخبرنا كده عن قصة أو أحداث المسلسل بتتكلم عن ايه وفي أبوي عن ولد cold اسمه ايه أو صبي اسمه ايه اسمه فري أو فري فري ده who wants to return to earth الولد ده عايز يعود إلى الأرض to look for his family عشان يبحث عن عائلته فري فري is a clever بتسافر لمركز الأرض المشكلة is he doesn't really know هو ما يعرفش where his parents are and he might not find them المشكلة يا ولاد انه هو مش يعرف حقا مكان والديه وقد لا يعصر عليهم يعني ممكن ما يلاقهم شي I am excited to see what happens أنا متحمس لرؤية ما يحدث بعد ذلك ده جزئي من أحداث المسلسل تعالوا نكمل طبعا كلكوا دلوقتي نفسوكوا تعرف ايه ايه لا يحصل بعد كده بعد كده عندي language focus قاعدة لغوية ومهمة جدا يا سنة ستة هنشرحها نهاردة اسمها اسمها ايه السنة ستة اسمها relative pronouns يعني ضمائر الواصل هناخد ضمائر الواصل النهاردة اللي هي who watch where ضمائر الواصل دي هناخد كل واحدة بالتفصيل وهناخد عليها امثلة وهي مهمة جدا نبدأ كده بقولك ايه we use who, which, where to give more information about بقولك احنا بنستخدم which, where, who لإعطاء معلومات اكثر عن person على الشخص thing, shape or place او مكان يعني في واحدة فيهم بتستخدم للمكان تمام وفي واحدة فيهم بتستخدم للاشخاص وفي واحدة فيهم بتستخدم للاشياء وده اللي هنعرفه بالتفصيل دلوقتي رجع قالك we use these words احنا بنستخدم الكلمات دي for both singular and plural nouns بنستخدمها لكل من الأسماء المفرضة والجامعة هنا جايب لك مثلا and stretch is big هي كبيرة bird طائر كبير which can't fly لكنه ما بيعرفش يطير ده singular noun لو تلاحظوا احنا استخدمنا أداة الوصل مين أو ضمير الوصل مين which استخدمنا ضمير الوصل which these are the class computers which برضو ها ده جامع ولا مفرد ده جامع يا مس استخدمناه برضو مع الجامع بتستخدم مع الجامع وبتستخدم مع المفرد يا سنة ستة هنشرح دلوقتي دمائر الوصل who which where بالتفصيل تعالى يلا بقولك when we use لما بنستخدم who which where we don't need to repeat the part they replace in the sentence عشان نربط به جملتين احنا لا نحتاج إلى تكرار الجزء الذي يحل محل ضمير الوصل في الجملة والله يا مس انا لحد دلوقتي مش فاهم أي حاجة من اللي انت قلت يا تعالى بقى نفهم بالراحة ونبدأ نجزق الضمائر بتاعت الوصل دي ضمير ضمير ونشرحه بالراحة هنبدأ اول حاجة بالضمير who قال لك we can use who احنا نقدر نستخدم ضمير الوصل who to talk about people يبقى اول حاجة عرفها ان ضمير الوصل في who خاص بمين خاص بالاشخاص خاص بمين يا ولاد بالاشخاص مش الاشياء الاشخاص تمام ضمير الوصل هو خاص بالاشخاص اللي هو people اللي هو الناس طب معنى ايه يا مس بمعنى الذي أو التي طب بيشير لي مين العاقل ماهو شخص او شخص او ناس دول ناس عقلة دي حاجة عاقلة طيب دي اول حاجة عرفتها مستر علي ده شخص ولا مش شخص يا ولاد ده شخص يا مس is our teacher هو المدرس بتاعنا he helps in the garden هو بيساعدنا في الحديقة طالما شخص يبقى هنعوض عنه بضبير الوصل مين اكيد هو وهو بتيجي في النص زي ما انت شايفين كده قبلها جملة وبعدها جملة قلنا مستر علي is our teacher هو مين هو المدرس بتاعنا هو لو ركزته بقى في اللي جاية دي ان هو هنا هتحل مكان مين مكان هي هنحذف هي ونضف هو who helps in the garden اللي بيساعدنا فين في الحديقة يبقى لاحظ حذفنا الضمير هي من الجملة التانية عند الربط بهو يبقى لما يجي نربط بهو يا ولاد بنحذف الضمير وهو بيحل محله ربطنا بهو ليه لان ده هو بتعبر عن الاشخاص بنتكلم بيها عن الاشخاص عن العاقل بمعنى ايه؟ بمعنى اللذي او اللتي نوها دي شخص ولا مش شخص شخص يا مس اسمها نوها is the girl هي بنت who has new shoes هي لديها ايه؟ الذي لديها او اللتي لديها عشان هي بنت بقى ايه زي جديدة خلاص عرفنا هو للتعبير عن الاشخاص او بنحدث به عن الاشخاص وللعاقل بمعنى اللذي او اللتي بنربط جملتين وبتحل محل الضمير tab which اول حاجة عايزين نعرفها يا مس بتتحدث عن ايه؟ بمعنى اللذي او اللتي بس الغير العاقل لو هنتكلم عن العاقل وعن الاشخاص who لو هنتكلم عن الاشياء الغير العاقل هتبقى which اللي اتنين سواء who او which بمعنى اللذي او اللتي واللي اتنين بيستخدمون للجامع وبيستخدمونه المفرد تبيني مثال يا مس this is the difficult question ده سؤال صعب جدا طبعا بتكلم هنا عن شيء I don't understand it انا مش فهم طبعا which هتيجي في النص وهتحل محل ضمير طب هنا هتحل محل الضمير it هنحزف it ونحطها مكانا this is the difficult question ده سؤال صعب which I don't understand وحزفنا الضمير it تمام كده؟ اللتي او اللذي انا لا افهمه are these the clothes which you want to take on holiday اي او هل انت محتاج ملابس تريدها انك تأخذها معك في الاجازة يبقى which بنربط بها ما بين جملتين وممكن تكون جمع ممكن تكون مفرد و which تستخدم لغير العاقل وبتستخدم مع الاشارة للاشياء ماشي يا مس ثالث ضمير وصل معنا هو ضمير الوصل where قالك we can use ضمير الوصل where to talk about places عن الاماكن يبقى الاشخاص مين؟ الاشخاص هو يا مس والاشياء اللي هو الغير العاقل which يا مس لو هتكلم عن المدرسة لو هتكلم عن مطعم لو هتكلم عن مطعم لو هتكلم عن فصل لو هتكلم عن اي مكان يبقى where يا مس ده سهلة جدا يا مس تستخدم where بمعنى حيث يشارة الى الاماكن المعمل is our favorite place هو مكان المفضل we can do extremely important عشان بنعمل فيه ايه؟ التجارب هنربط where هنبدأ بالجمل الاولانية ونحطها ونحط where ونحزف الضمير مين؟ الضمير حيث احنا انا بنعمل مكان المفضل حيثو بنقوم بالتجارب في مشكلة كده this is the classroom ده الفصل مكان ولا مش مكان مكان حيثو we study science بندرس فيه العلوم اعتقد كده احنا معانا تلت ها تلت ضمائر وصل اول ضمير الضمير الوصل هو وده مين؟ وده اشخاص ماشي ضمير وصله بيتكلم عن اشخاص تاني ضمير معانا ضمير وصل which وده بيتكلم عن الاشياء اشياء مثلا زي وليكن اي حاجة زي مثلا اي شيء مثلا ده اي ده قلم ده يا مساء اي شيء لكن وير المكان ها وير المكان بيتكلم عن المكان زي مثلا مين؟ زي السكول زي المدرسة زي المسلا زي الفصل زي اي مكان ياولاد زي مثلا مطعم مطعم كبير ها رسترانت زي الهاوس المنزل كده طيب نكمل بقى هنا بيتكلم عن الادجكتفز ويز ها اي ان جي و اي دي نستخدم الصفات مع ال اي ان جي و ال اي دي وي يوز اي دي ادجكتفز تو دسكرايب هاو بيرسون فيلز احر نستخدم الصفات المنتقية ب اي دي لوصف شعور شخص زي قل البنت هنا اس فريتند يعني ايه بتشعر بالخوف طالما وصفت شعور شخص هنضيف لي الصفة اي دي طب امت تضيف لي الصفة اي ان جي بنضيف ويوز اي ان جي ادجكتفز تو دسكرايب نستخدم الصفات المنتقية ب اي ان جي لوصف الاشخاص والاماكن او الاشياء اللي بتعطينا شعور ما يعني السعبان السعبان هنا بيسبب السعبان الرعب يبقى الشيء هو اللي يسبب للشعور في فرق بان انا بشعر بحاجة وفرق بان في حاجة سببت لي شعور بس ده اللي انا اصده هنا انترستد ربيت افترمي الله مهتم يعني انترستد دي صفة المنتقية اي دي انترستد انترستد الصفة المنتقية انجي انترستنج انترستنج يبقى دي لوصف شعور شخص ودي لوصف شيء او مكان او شخص بيسبب لنا شعور او بيعطينا شعور مجهد مجهد متفاجئ مجهد 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 متحمس مفير مجهد تقالي ندي مثال المتحمس هم متحمس لانهم ايه عندهم الهاتفال لانهم ايه عندهم عبر جديدة الده الاطفال هم المتحمسين ده شعور هم اللي حاسين به بواسط شعور ايه بواسط شعور حد بواسط شعور شخص هنا يا أولاد هنقول هي متفاجأة يبقى تبقى سيربرايزد تعالوا نكامل عندنا زي متشايفين كده 15 جملة تعال نحلوهم بعدين نقول الحل نوم كده ليه زي متشايفين الحل اللي ظهر قدامنا يا سنة ستة هل هي هل هي ايه الدراجة طالما الدراجة يا أولاد بتكلم عن شيء احنا نستخدم قدرت الوصل مكان هو يوبوت اللي تشتريها بعد كده شبراء طالما هتكلم عن مكان هستخدم قدرت الوصل المكان يبعيش فيه ماجد طالما ماجد ده اسمه ولد هيبقى هتكلم ايه بنصف العاقل اللي هو الأشخاص بهو طبعا ماجد ولد هو اللذي ليفز بيعيش في المبنى حمزة ركزوا احنا هنا بنتكلم حالا عن حمزة اللي هو الولد ولا بنتكلم عن المكان نقط اللي توالد فيه بقى حمزة بحب المكان اللي توالد فيه حمزة بحب المكان اللي توالد فيه ذا بوك الكتاب was really boring هو فعلا ايه ممل and I couldn't even finish it today's math lesson النهاردة درس الرياضيات it's a very exciting film مكان كلمة excited this is the classroom احنا متكلم هنا عن مكان يبقى نختار ايه اه اداة الوصل ايه طبعا ايه ازا فيلم بنتكلم عن شيء يبقى which بنتكلم عن ولد هنا اذا مكانيك ومكانيك يبقى who i saw عمر انا شفت عمر في الحديقة we often play football احنا هنلعب كرة القدم يبقى هنا يا ولاد اه تبقى where ايه هنتكلم عن الحديقة اللي هنلعب فيها كرة القدم يبقى where يبقى انا شفت عمر في الحديقة حيثو هنلعب غالما القرة قدم مستر عماد طبعا هتبقى هو لانا بتكلم هنا على شخص this is the house هذا المنزل where we live اللي بنعيش فيها وحيث هو نعيش فيها عندي برضو كده choose بنشوف برضو انت لسه القواعد كده بذكرها كويس ولا تعالا يالله كده بنشوف ونزبط امارنا اول حاجة choose choose نقط كده لو بتكلم على الحزاء وبتكلم عن شيء يبقى which سارة الذجير اللي بتكلم عن شخص يبقى اختار who بنغير ما اكمل الجملة انا لديه سيارة جديدة طالما بتكلم عن شيء يبقى اختار which بعد كده هنقول the supermarket اللي هو ايه مكان يبقى هتكلم عن مكان يبقى اختار where طيب the movie الفيلم ده ياولاد يعتبر ايه is not i want to watch it again انا مش عايد اشوفه مرة اخرى يبقى هو ايه boring ممل she is not in languages هنقول ايه she interested she is interested in language هي ايه مادرة انجليزي وفرانساوي بعد كده ياولاد هنقول the results بتاعت الاختبارات الولد are نقطة عايزين نقول ان هي ايه هتبقى surprising مذهشة we are proud of him احنا فخرين بي a pharmacy اللي هي الصيدلية is a shop هي طالما بكلم عن مكان يبقى اختار where i worked a lot yesterday انا درست امبارح اه كسيرا او في الامس i was really انا فعلا ايه tired متعب تعالوا نكامل وصلنا يا سنة ستة الانتحان العام على listen to قبل كده ما نبدأ حل لسه مشاركش في قناة وفعل زر الجرس ينزل يشتريك حين وفعل زر الجرس يولاد عشان يوصل لكل جديد وده هيدعمنا جدا جدا تعالوا الاول اه طبعا عندنا ايه طبعا احنا الاول هنبدأ اه نقرأ نص الاستماع واحنا بنقرأه بنحل على طول نص الاستماع بيقول الفناء الغربي is a large هو ايه كبير open area مكان كبير مفتوح in our school في المدرسة بتاعتنا there are ها نبدأ الاول فيه طبعا ملعب وساحة لعب هنقول there are also pinches فيه كمان ايه pinches اللي هي مقاعد تسات عشان تعبت عليها on under the trees تحت الاشجار بعد كده ياولاد بنقول ونكمل ونقول children الاطفال can also grow plants يقدروا يزراعوا كمان النباتات with mr. mahdi مستر مهدي هنقول ماله the teacher who helps in the garden الحضيق تعالوا كامل هنقرأ القطعة اللي قدامكو دي ونترجم الكلمات بتاعتها ونبدأ نحل على طول عشان ما نضيع عشواتنا القطعة اول حاجة gymnasium اللي هو ايه صلة الالعاب plant اللي هو يزرع او نبات braut فخور science علوم restaurant مطعم i am a student انا طالب in السلام school i love my school بحب مدرستي ايت هزا large garden فيها حضيقة كبيرة where we learn to احنا بنروح عشان ايه نتعلم plant نزرع there are modern classroom with the laptops فيها طبعا ايه فصول كبيرة وفيها ايه laptops اللي هي كمبيوتر محمول we have to عندنا معمالين ياولاد where we study بندرس فيهم ايه science العلوم number two they build هزا المبنى a new building مبنى جديد it will be a ها وبنلعب في playing sports يبقى gymnasium number three i am very ايه very ايه انا فخور of my school بمدرست هناكت ال number one هنا سنة ستة number two هنا number three هنا هنا هنقرأ القطع اللي قدامكم دي ونبدأ نحل على طول بنتكلم عن المسلسل الخيالي اسمه اسمه واندلاند of a fantasy tv series ومدرس المسلسل الخيالي which is popular ومشهور شعبي يعني with people والناس of all age groups من مختلف الأعمار it's interesting ممتع because it takes place in the future لأن الأحداث بتحصل في المستقبل on a planet called wanda في كوكب اسمه this is a world where humans live because the earth is now too hot ومعيشين في الكوكب دلوقتي لأن العالم بتاع الكوكب الأرض أصبح حر جدا أو شديد الحرارة the series المسلسل tells بيخبرنا ذا ستوري قصة of a boy عن ولد called frey who wants you read to return to earth to look for his family عشان يبحث عن عائلته frey is a clever quiet boy ولد زكي who finds life وجد الحياة in wanda he doesn't have many friends but he thinks لكن بيعتقد perhaps ان ربما his family is still alive ان ربما عائلته وعلى قيد الحياة so he decided to hide انه يختبئ on a spaceship في مركبة فضائية which is traveling to earth بتسافر للأرض the problem المشكلة is he doesn't really know no ما كانتش مشكلة ان هو مش عارف ان هو where his parents اين اباؤهم موجودين are موجودين فين يعني and he might not find them وربما ما يلاقهمش the text is about a TV series عن مسلسل تلفزيون the underlying word دي كلمة تحتخط ليه cleaveral معناها زكي معناها اكسايتد متحمس بورد موميل شايخ اقول intelligent زكي طبعا intelligent three lives on بيعيش فين ياولاد بيعيش فيها هل بيعيش في الأرض ولا واندا طبعا في واندا واندا why is wonderland interesting ليه هي ممتاعة لانها بتحكي عن احداث في المستقبل تعال لما اقولك ايهو it takes place in the future on a planet good want دي اجابة السؤال رقم four هنكتبها بخط جميل كده يسا نسد ونجاوب على السؤال رقم four تعال لابقى نشوف السؤال اللي بعده سؤال رقم five what does free decide كرر ايه to do to find this family عشان يوجد عائلته تعال نشوف هو كرر ايه he decides هو كرر to hide اللي يختبئ في مركبة فضائية which is traveling to earth هتسفر لفين للأرض دي اجابة السؤال رقم five هنكتبه فين يا سنة ستة هنكتبه هين ده اللي هو كرر بعد كده عندي choose اختياري بقى بيقولك ايه the not the place ومكان where we do experiments بنعمل فيه التجارب بيبقى بيكلم عن ايه بيكلم عن المعمل students طلاب go to the computer classroom بيروحوا فصل اللي حاسب اللي فور نقطة لسنش عشان يعملوا ايه هنقول information technology تكنولوجيا المعلومات الدروس بتاعت look the water الماء is coming out of the بتجي مني من fountains النفورات جميل we play basketball ايه هنبنلعب باسكتبول فين ياولاد بنلعب باسكتبول في صالة الالعاب الرياضية gym naziam the film was not هنقول i didn't like it انا بحبوش بقى هو ايه boring i really love the red flowers انا بحب فعل الورود الحمراء هنقول تلو ما بتكلم عن شي وهنقول which تعالوا نكمل عندنا ايه هنختار بقى ايه نرقم الجمل we are brown snow of or hour school لكن انت في البداية السبتة هنكتبه بعد كدة let's set on هيا بنا أنوا قعد فينا عن المقعد بعد كدة where do you اين ايه study science العلو بعد كده بيقول الكلمة عن يورو سكول المدرسة بتاعتك هنقول ايه موجودة طبعا مجابة عنها في نهاية الكتاب يا ولاد وبرضو الدرس بتاع النهو ده كان بيتكلم عن المدرسة كده خلصنا الشرح بتاع الدرس التاني في الواحدة التانية سنة ستة الفيديو جاي هنزل لك اللي عليه الدور سواء من كتاب المعاصر اللي حلم نشرح منه دلوقتي او من كتاب الجيم اللي مع نسخ الكتاب الجيم هسيب لك في الوصف تحت قائمة تشغيل الصف السادة بداية عشرين خمسة وعشرين فيها جميع الدروس اللي فاتت مشروحة ومحلولة عشان لو فايتك اي درس هسيب لك ازياتك تب باراجراف وازياتك تب ميل مهمين جدا الفيديوين دول حاول تشوفهم صفحة الفيس بوك ولما تجاه اي استفسار بيتمنى لكم التوفيق جميعا سنة ستة اللي لسه مشتركش في القناة وفعل زر الجرس ينزل يشترك حين وفعل زر الجرس يورد عشان يجيله كل جديد كانت معاكم مساء سما اشتركوا في القناة وفعل زر الجرس